معتا موش مربوطين ببعضهم معتا التقرير ولا تحقيق وعود ولا ولا تحقيق شعارات مربوط بنسب التصويت ولا محنش نحكيه على نسب التصويت هنا نحكيه على عمليات سبر أرى يذولي اللي حاشتين موش مربوطين ببعضهم ابتسام معلم فماش رابط منتقي اليوم بين الإجاز المنجز على أرض الواقعة مازلنا اللي فم جزء كبير من الشعب التونسي قول لك يوم ما قالوا الولاد معتا أعطيني النقطع مع المنظومة اللي فاتت فم نوع من التشفي يقول لك هاوك حتى الناس في الحابس هاوك قاعد اللي رأوا هاوما ناس محاسبة وانا مراهاش محاسبة يقول لك أنا مع قيسس عيد وذي موجود وجزء كبير قد يكون مترجم في عمليات سبر الأرى لكن أناش نتفعل مع الكلام اللي اللي تقال في البلاتو زادة من الغير المعقول ومن الغير المنطقي حكيتها لفترة الاستثناء أنه بعد عامين الشعارات هذه لم تتحول إلى برامج يعني عامين نقضوا نحكيه في الشعارات يعني الكلام صحيح ثم نواية قالت في خطاب 25 جوليا 2021 لكن بعد كل مرة نستنى وشنوى رئيس الجمهورية يحب يقول ولا شنوى التوجه السياسي اللي يحب يمشي فيه ولا الاقتصادي نشوفوه من لقاءات ثنائية تصير مبين ومبين وزراء ومسؤولين في الدولة وثم وعود أخرى حكيه عليها رئيس الجمهورية وجات حتى في الدستور متاعه دستور 2022 مثلا الأزمة اللي موجودة في التعليم اليوم وعد من وعود رئيس الجمهورية وحكيه عليه في عديد المناسبات المجلس القومي للتربية اللي إلى اليوم مجلس الأعلى للتربية اللي اللي لليوم هذا مثلا مش موجود مجلس الجهات والأقليم اللي قعد تحبر على ورق مكتوب في الدستور صحيح لكن لم يطبق وهنا ثم خارق كبير للدستور في الفصل 168 للنظام الداخلي اللي مجلس النواب استولى على صلاحيات مجلس الجهات والأقليم الرئيس في عديد من الخطابات اللي أعتبره وعد قال للدولة السيادية واللي لا للقروض لكن نشوفه في عملية القروض وأول قانون صدق عليه البرلمان هو قرض اليوم الصلح الجزائي كيف كيف شنو المردودية متاعه الشركة الأهلية والهنا ثم زادت تناقض لوضح لما بين التصريح كي تقول للمرسوم 54 هو تناقض إلى العديد من المرات الرئيس الجمهورية قال حقوق التعبير معتها مكفولة إلى آخره هذا يدخل في إطار الوعود القيام بيعتها المجلس المؤقت مازلنا في مجلس مؤقت القضاء مع ناش مجلس أعلى في إطار القضاء المحكمة الدستورية لكن اليوم ماذا بينا الناس الكل هذيش نختم بيها بدي سين نقيموا الأمور بموضوعية ونحاولوا نغزروا لرواحنا في المرية وحتى كان صارت أخطاء نتدركها خطر الهروب إلى نظارية المؤامرة المؤامرة العالمية هذي اللي قعدت تصير وقال لقبال كيف كيف النهضة النهضة في 2011 و2012 حكوانا على تركة بن علي يعني اليوم كانش نقعد والرئيس ما ينجم يعمل حد شيء اللي عنده سروطات الكل ونقعد ونقوله اللي ثم تركها حتى حد من نجم يحلها لبورجيبا لأينشتاين محاولا لأينشتاين محاولا لأينشتاين